وكأنه كل هذا لا يكفي كقطعة كرز كما يقال فوق الكعكة مسلسل الاعتقالات مستمر بشكل كبير جدا والعديد من الاعتقالات تحدث الآن وليست لمقاومة ولمنشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتم اعتقال أعداد كبيرة جدا لأنه حتى الكلمة أصبحت تخيفهم وردنا خبر مؤسف جدا عن اعتقال الفنانة والمغنية والمنتجة والإعلامية وزميلتنا في التلفزيون العربي دلال أبو آمنة التي تم اعتقالها لا لشيء ولكن لمنشور مشاهدين وإذا كنتم تسألون ما هو المنشور الجريمة الذي كتبته دلال أبو آمنة وتسبب في اعتقالها فأحب أن أخبركم أن المنشور كان يحوي جملة واحدة الجملة هي لا غالب إلا الله هذا هو المنشور الذي بسببه تم اعتقال دلال أبو آمنة لأن الخطأ في هذا المنشور ما هو أنا لا أعلم إذا كنتم تعلمون أخبروني ولكن حرفيا هذا هو المنشور الذي تسبب في اعتقال دلال أبو آمنة ويبدو أن النية كانت مبيتة لاعتقالها قبلا حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار بتمديد اعتقالها أو الإفراج عنها أو أي خبر أيا كان نحن نتواصل مع محاميتها وإن أمكن يعني تعرفون الآن كيف هي الأوضاع إن أمكن ستكون معنا موجودة خلال الحلقة في أي لحظة ولكن دلال أبو آمنة نتمنى لها السلامة ونتمنى لجميع المعتقلين اعتقالات تعسفية أو من أجل منشور على الفيسبوك أنا ما بعرف يعني أنا تعرف تعال نعمل شيء شو رأيك أنا جاتني الفكرة الآن هنعمل هاشتاك لا غالب إلا الله وحننشره مشاهدينا سخدموا هاشتاك لا غالب إلا الله لأنه أنا حابة أفهم أنه لا غالب إلا الله ما المستفز ما الخطأ فيه لا غالب إلا الله أنا حأتدى اكتب لا غالب إلا الله في كل منشور أتداوله أو في كل تعليق لأي شيء أيا كان وححاول أنه أنا وحدة ولكن تعالوا نعملها مش غلط نعملها مش غلط لأنه لا غالب إلا الله لما ليه نستخدم هاشتاك أخرى مختلفة نظرة لأنه قاعدين نلعبوا في لعظة على الخبرزميات وهذا نسي كل تعرفوا من بعض أيضا ترحكي لكم على حاجة في الحلقة متعلقة بالخبرزميات وكيف يمكن أنه يتم التلاعب عليها بشكل ذكي نوعاً ما ليصل المنشور لأنه إذا كتبت حاجة وكتبت عليها هاشتاك فلسطين ثلاثة فيه ما عندكش أكثر من ثلاثة وهذا ما يعتمدوه وسيلة تواصل الشميعي أيضاً فيه تضييق أكثر فأكثر على المحتوى الفلسطيني طبعاً إن شاء الله نتمنى والسلامة إلى الفنينة داليلة أبو أمنا وكما قالت سارة بعد قليل يمكن تكون معنا أو إن شاء الله نحاولون تكون معنا المحامية للحديث أكثر عن ما الذي حصل وماذا ينتظر الفنادة للأموال